أهلاً يا كرام أهلاً ومرحباً بكم بعد هذا الفاصل وحول الجدل المثار حول ولاية التعليمية نكمل مع الأستاذ الدكتور أسامة الناصف أستاذ القانون فأهلاً ومرحباً بك الولاية التعليمية فزي ما بقول لحضرتك أنه من 2008 أصبحت الولاية التعليمية للأم بعد الانفصال تمام بعد الانفصال وده برضو فكرة تحول الحقوق إلى وسائل أصبحت فكرة حق الولاية التعليمية دي اللي هي من الأصل لتمكين الطفل من إتمام تعليمه يعني هو ليس حقاً أصيلاً للأم ده مكن في حقيقته لممارسة الأم حقها في تعليم الطفل في حق الطفل في التعليم فتحول إلى طريقة للكيت ومن هنا أصبحت هناك أوامر للقاضي الأمور الوقتية وأصبحت دعاوة أخرى بين الأب والأم حوالين الولاية التعليمية ونوع المدارس والإنفاق شكله هيبقى إيه والكلام ده ففي كل شيء طالما أن العناد هو سيد الموقف وطالما أن منظومة الأخلاق فيها مشكلة في ترتيب علاقة ما بعد الطلاق بين الأب والأم اللي ما بينهم أولاد ستظل هذه المشاكل قائمة إنما لما نتكلم عن القانون الولاية التعليمية بعد الطلاق أما هنا مشكلة ما هي لو حب يتعليم في الأب وهو غير قادر عايزة دخل أولاد مدرس دولية أو مدرس لغات فبالتالي بيقى نفقتها عالية هنا بتعمل إيه؟ الأب هل ملزم بدفع المصاريف دي بقى ولا يبقى الوضع عمل إيه؟ لا ما هو الأب برضو مش هيلزم بدفعه ما هو معهوش مدرنا بقوله ما هووش في حقيقة الأمر فبيكبره بعد ذلك هو أصلا مضطرين إفرض معاه يكبر يا دكتور إسامة؟ إذا درجة يساره تتناسب مع هذا بيكبر حاليا بيكبر مش عايزة داخله مدرس حكومي لا وما بيعمله كده فعلا بيعمله فعلا كده مكايمة السلطة التقديري القدي بتبع فيهن بقى القدي هنا هيجيله طفل من اتنين حالة من اتنين يام طفل ما دخلش المدرسة أصلا يام طفل في مدرسة وثم حصل الانفصال تمام في حالة بقى ما دخلش في المدرسة؟ والاتنين اختلفوا في حالة ما دخلش المدرسة هو عنده درجة من اليسار والتحري هو طبعا الولايات التعليمية للأم بس عنده درجة من اليسار بتاعة الأب فهما الاتنين اختلفوا فالقاضي بيحدد بينوب عن الطرفين في تحديد الولايات التعليمية لكن هي في الأصل من حق الأم الأم مارسة حقها دون اعتراض مفيش مشكلة يعترضوا بيظل حقها سريا إلى حين تغييروا بحكم قضاء يا طبعا القاضي يتدخل بقى في الحالة دي وبيصلح من شأن مسألة الولايات التعليمية فيما يتعلق بالطرفين تمام افرد ان واحد عايزة تدخله في مدرسة انا شايف ان هي مش مناسبة او ان مدرس لغات او مدرس دولية فشايف ان انا مش عايز اضع ابني في هذا الجو عايز اضعه في جو معين مثلا جو ترباو معين ليس من حقه ابدا يتدخل احنا في مجتمع هذا المجتمع بنى عرفه اللي بيمشي به في اشياء كثيرة العرف جرى على انه هذه المدارس بتقدم خدمة تعليمية ارقى للاولاد او شيء او ما شبه ذلك طبعا ممكن لكن تيجي على حساب حاجة حولت الخدمة التعليمية الى خدمة فندقية في حيات الامر وخالت من التعليم الحقيقي بتاوه تعليق حضرتك يا دكتور محمد على بلاي التعليمي هنا برضو الفصل التام بسواء القانون القانون اصله طبعا انا باخد تعليق الدكتور قسامة من الناحية القانونية وتعليق الدكتور محمد من الناحية النفسية الفصل التام على المستوى القانوني ده بيبقى اضطراري لانك في الاخر لازم تحط قواعد فالقواعد بتبقى صارمة في النواحي التربوية والنفسية القواعد الصارمة دي ممكن ما تكونش مفيدة قوي بالعكس ممكن يكون محتاجين ان يبقى للأب دور في اختيار المدرسة ومستوى التعليم وطريقة التعليم لان ده في الاخر ابنه لكن عشان كنا انا كنت بكلم دكتور قسامة في الفصل انه كان فيه مطالبات بانه تبقى الولايات التعليمية التشاركية وانه الاب من حقه انه يقول انا عايز ابني مثلا تعلم في المدرسة الفلانية وبالمنهج الفلاني والحاجات دي مش الام بس تمام وده فيه جدل كتير عشان ده يدخل ودكتور قسامة قال انه ما بقاش قانون لسه بس كان فيه جدل كتير في الحتاية دي في الحكاية دي وقالوا حتى ايه انه لو انه ما تبقى تشاركية والام عايز اتدخل الولد مدرسة انترناشنال والاب قدرته المادية ما تسمحش يبقى هنا الام تدفع الفرق ما يلزمش الاب بالايه بالتعليم العالي فطربويا ونفسيا محتاجين انه يبقى الاب والام حاضرين في كل قرار يخص هذا الطفل سواء التعليم او حتى السنوكيات بتاعته الحاجات دي كلها ما تنفردش الام الوحدة ولا ينفرد الاب الوحده واحنا يمكن تكلمنا قبل كده برضو في حلقات سابقة انه في التكوين النفسي للطفل محتاج ان هو يرتبط بالام علشان بيحتاج منها حاجات كتير قوي في رعايته وتربيته ومحتاج الاب لما يكون مولود ذكر محتاج الاب علشان بياخد منه التركيبة الزكورية ويتوحد معاها عشان يطلع فيه التكوين الرجولي والزكوري بعد كده لما يكبر طب لو بنت البنت محتاجها امها دي طبيعي زي الولد ما هو محتاج ام طب محتاجها الاب في ايه الاب ده نموذج للجنس الاخر فلما بتتعامل معاه بتتعود او تتعلم كيف يفكر الرجل كيف يتصرف ماذا يرضيه ماذا يساعده بخاله او بجده فيتكون لديها مستقبلات لهذا المخلوق اللي اسمه رجل تمام فالولد الزكور محتاج الاب ومحتاج الام والبنت الانسة محتاجة الام ومحتاجة الاب لاتنين معا وبقول لحظة دي طب محمد هنا الام بتقول لك انا بعوض المتوضع مع الخال والجد اه هنا النقطة دي مهمة ليه بقى لانه ممكن ام تقول لك ايه انا ابني او بنتي ابوهم بيش بمخدرات وسلوكه سيء جدا ولا انطلقت منه ليه وبعدين اتصالهم بيه اتصال ضر جدا بيهم وبنفسيتهم فما تقوليش بقى انه ده ابها يدي مش عارف ايه ده بالعكس ده بيدي حاجات سلبية جدا وفي الواقع بيبقى فيه ساعات حاجات كده تمام واحيانا تبقى مبالغات من الام عشان تبرل نفسها سحب الود بعيد عن ابوه فبنقول لها ايه اه وماله اهو مش عشان ان ابوه مش موجود او ابوه سلوكه سيء فيبقى الولد ده والبنت حتمي عليهم انه يطلعوا مضطربين نفسيا لا يبقى فيه حد من العيلة هيقوم بهذا الدور الابوي بيبقى ساعات الجد او الخال او العم او اي حد في العيلة صحيح ما بيعوضش اللي هيعطيه الاب لو كان الاب سوي تمام انما ده البديل المناسب والبديل المتاح فلو كان الاب ينفع يدي ده اوعي ادعي الفرصة كلام جميل هو اصله اكملا بس معالي لكلام الدكتور استاذنا انه مشكلة الحضانة والرؤية انها تبقى مرحلة تانية من النزاع بين الاب والام بعد الانفصال يعني هم عادة بيبدأوا بمحاولة حل مشاكل تتعلق بالتبديد المنقلات والنفقة الزوجية ونفقة المتعة والكلام ده ثم يحدث ادعوى الطلاق او الخلع ففيه بحكم اللزوم مسبقا في خلافات هم فشلوا في حلها اه وتتطور الانتقامات دي المرحلة الاولى النزاعات بتبدأ من قبل الطلاق مش من بعد الطلاق فبتتطور في المرحلة التانية بقى في مسألة الرؤية ومسألة الحضانة فهم يعني بالفعل اللي داخلين في خلافات وفي النزاعات حديقة عادة تقولي ان لو الامر الاولاني اصلا يتحل بشكل حضاري وكويس هينعكس على موضوع الرؤية والحضار وللعلم المسألة ليست بهذه القصوة عند ناس كتير بس بتعتمد على المستوى الثقافي عند ناس كتير عند ناس كتير وما لحنا ليه شايفن العكس يا دكتور لانه ده اللي بيظهر انما في حقيقة الامر انا شخصيا عشان يطلع عن الوسطى عشرة يا دكتور محمد طلق حضاري وانه عد على خيره كويس صعب يعني صعب يعني مش كتير مع ان الناس بيتقال لهم بليلة ونهار فإنساكم بمعروفة تسريح بإحسان هو اللي هيترتب عليه انه يبقى فيه رعاية مشتركة بين لطلبه الام وما يستغلش القانون والمواد القانونية كوسائل ضغط ولا يدراع في الزبط دي فرصة دي فرصة ان الواحد يتكلم في نقطة مهمة جدا في بعض المطلقين والمطلقات بيتتبعوها اللي هي انه خلاص حصل الطلاق فبيعمله حاجة او قبل الطلاق حتى طالما فيه نزاع وهيحصل فيه طلاق وفيه اطفال طب نعمل ايه بيبقى عن طريق محامية او محاميها او الناس الكبار في الاسرة بيعمله عقد اتفاق شامل على مجمل النقاط فيما بعد النزاع وفيما بعد الطلاق جميل ونفقة المتعاق وكل ما يتعلق بالام ومسكن الحضانة والطفل كل ما يتعلق والحقوق التلاتة زي المسكن والعقد ده وضع في القانون ايه دكتور قسامة ده ملزم ده عقد شريعة المتعاقدين فاذا حصل خلاف بعد ذلك القاضي بيعمل ما في هذا العقد طالما انه ليس فيه ما يخالف النظام العام تمام بالزبط والعقد ده بيوثق فين لا مش لازم يوثق ممكن يعمله بيدعوة صحة توقيع مش لازم يوثق في حيات الامر لكنه بيرتب طبيعة الالاقة التي ارتراها الاطراف لمرحلة النزاع ويا ريت تبا دي سقافة والناس يتبادلوها وهنا اللي بيمضي من في العقد الزوج والزوجة الزوج والزوجة الزوج والزوجة وفيه شهود حضرين لان الشهود دول اذا حد نقص عن هذا الاتفاق بيبقى لهم حضور بعد كده في القضاء تمام وبيقله تسعة وتسين في مهم عايز اكمل على النقطة دي نقطة مهمة انه في محكمة الاسرة فيه دلوقتي اخصائيين نفسيين واجتماعيين علشان يحاول يحلوا اشكاليات الطلاق ويحاول يرجعوا الوفاق بينهم تاني وبيحصل يا دكتور اسامة يعني هو بيحصل كشكله امتيني وليس بكتب الانية نفسها لازم تتوافر حتى المأزون اشوفت مرة مأزون اتنين راح انتطلقوا فالمأزون بيحاول مع الزوج والزوجة خلاص عمل حج عشان وراء جواز انت بتعملوا ده احنا عملناه قبل جدا احنا مجلناكش هنا لما كنا خلصنا اه بالزبط ما هو اذا لم تتوافر النية مش هيبقى فيه اتفاق في الحقيقة بس انا بتكلم على حالة انه فيه مشاق فيه مشكلات ما لكن فيه النية لان فيه اطفال الحقيقة الناس اللي عملوا الكلام ده بمستوى اجتماعي مستوى ثقافي وفكري يعني عالي شوية جميل فبيحلوا المشاكل انه كل واحد ما عندوش استعداد على فكرة اي مشكلة زوجية اذا تطورت ووصلت سكة الاسام ما بقولكش النيابات او المحاكم بيهتفرع عنها اكتر من 15 قضية ومشكلة القضايا دي انها قضايا كلها حجيتها موقوطة مش دائمة يعني دعوة نفقة اتحكم دعوة نفقة مثلا ب500 جنيه تملك الزوجة انها ترفع دعوة بزيادة مفروض ويملك الزوج انه يرفع دعوة بابطال المفروض او تقليله والله ده بعد الحكم ميبان هاي كرم محمد المستفيدة دكتور اسام واخد بالحضرتك الرؤية حصل في مشكلة في مركز شباب او مش عارف ايه او كلام من ده حضور وانصراف حصل فيها ايه بطال الرؤية او تعديل نطاق الرؤية اللي يصبح لفلانة يعني وهكذا على طول كل الاضايا بتتوالد اضايا النافقة بيتفرع عنها اضايا حبس وكل ستة اشهر نرفع اضايا جديدة عشان نشوف متجمد النافقة هنيف بالكلام دوت فحاوس على جبير الاستكمال بقى الفريق النفسي والاجتماعي اللي في محكمة الاسرة انه لا يتوقف دوره عند مرحلة الاطلاق والحاجات دي كلها لا يستمر لرعاية الاطفال وفي دول كتيرة قوي هناك فيه مكاتب الرعاية الاجتماعية مكاتب الرعاية الاجتماعية دي اولا فيها متخصصين مستوهم عالي جدا لرعاية الاطفال في الاسر المأزومة او الاسر اللي اتفككت يشوفوا الطفل عايش مع مين ويشوفوا الشخص اللي هو متولي حضانة الطفل ده قايم برعايته كويس ولا لا ويشوفوا الطرف الاخر واخد حقه في الرعاية واخد حقه في العلاقة بالطفل ده ولا لا ولو شافوا انه اي حاجة بتمس مصلحة الطفل هنا بقى بيحطوا قاعدة مهمة جدا لازم تبقى موجودة اللي هي المصلحة الفضلة للطفل اي نزاع بين اب وام بين اي حد عايزين يحلوه الحل يدور حوالين المصلحة الفضلة للطفل صاحب الحق الاصيل صاحب الحق الاصيل فبيعملوا وبيكملوا في رعاية الطفل ليه بقى لانه انت مش هتفترض بقى ان الاب ده عنده وعي وعنده نطجه والام عندها وعي وعنده والعيلتين ما شاء الله حلوين ما كانوش اطلقوا ما كانوش اطلقوا ما كانوش اطلقوا ما كانوش اطلقوا ولا فيه حد بيسمع كلام حد ولا حاجة فبقت الدولة بولايتها على الجميع تعمل ده بشكل قانوني فمكاتب الرعاية الاجتماعية في الدول الاخرى ليها قوة قانونية وعندها خبرة مهنية لرعاية هذا الطفل حتى لا يترك امره لاريحية بقى ومرؤية الطرف ده ولا مرؤية الطرف ده او يبقى ساحة معركة لعناد قسرتين وعائلتين مع بعض لا الدولة لها الولاية ولها الحق انها تشكل هذه المكاتب لرعاية الطفل وهنا بقى ايه لو ثبت ان الطفل ده اتعرض لأي ازة اتعرض لأي حاجة فيه رقم للطوارئ والجران لو سمع الطفل بيتضرب وما بلغوش الجران يتحكمه عشان هم مبلغو يعني مش يقولك احنا منا لا انت سمعت طفل بيصرخ عشان امه بتضربه او ابو بيضربه او بيعزبه وانت ببلغتش انت كمان تتحكم يعني بسألت نفقة فيه وضع الموضوع دي فيها امور كتير يعني اللهم استعان بسألت النفقة كيف يحددها القاضي حسب يسار الزوج حسب يسار الزوج يعني في جولة صحيح اه طبعا يعني هو اللي بيحصل عملا ايه ان الزوجة بترفع دعوة نفقة طبعا فدعوة نفقة القاضي بيشوف هل الزوج دوت شغال في مؤسسة حكومية ليها مفردات مرتب وشيط قبضه والكلام دوت أظن هنا بيبقى أسهل مش كده طبعا بيبقى أسهل يعني أسهل من إثبتها في القطاع الخاص يعني طبعا لا أسهل مش مسألة مرتب بس مسألة الدخل في فارق بين المرتب وبين الدخل فمسألة درجة يسار الزوج تتوقف على الدخل مش على المرتب لأنه ممكن يكون شغال في شغلانة بياخد ألف جنيه في الشهر لكن عنده دخل في عشر تلاف جنيه من حتا التانية فبيحصل تحري اعترض محامي الزوجة فبيحصل تحري عن طريق الاسم ووحدة المباحث وشوف برضه كل حاجة في النهاية بتروح للإسام يعني المفروض أنه يتفرغه جنيئيا مش للأسرة في حقيقة الأمر والله شيء عجيب فيبقى فيه تحري يقولك آه ومحامي طبعا الزوجة يتفنن في أنه يطلع كل الممتلكات بتاعت الزوج ويبحث ويعمل محامي الزوج يتفنن في العكس لأنه يظن في النهاية أن الفلوس دي راحة للزوجة أو للمطلقة مش للطفل وده ظن سيء وظن خائب لأنه في النهاية هذه الحقوق ستكون للطفل لكن في مسألة تحول عندما تتحول الحقوق إلى وسائل زي ما بقولنا وسائل للضغط وسائل للكيد وسائل للمناكفة عفواً بين الطرفين فبتبقى التحري بيتم على هذا الشكل في النهاية بيبقى فيه رقم موجود في التحري بيحكم على أساسه القاضي تمام طيب الوقت في حالة أن الأب مرتبط يعني ندون من مشاكل وسطانة يعني أن الأب مرتبط بدفع مثلا أقصات معينة هنا القاضي الأب بيقدم له مثلا أنه هو الإثباتات أنه بيدفع أقصات الأمور معينة فبالتالي اللي بيفضل من المرتب قد كده أنه هنا بيحكم للنفقة على الطفل ولا الوضع بيعمل إزاي لا هو فيه حاجات يجوز الحجز عليها وفيه حاجات يجوز الحجز عليها تمام إنما يكون الزوج يوم مدخل نفسه في 100 حاجة علشان يبقى فيه اقصات فييطلع يبقى الزوجة دلوقتي تقوله أنا أدفع لك كامل آخر فمش منطق فالمسألة بتاعت السلطة التقديرية للقاضي تتدخل في بيان هذه الأقصات وما إذا كانت ضرورية ولا لا تعسفية ولا لا حقيقية ولا لا تمام فيه أقصات ممكن تبقى وهمية عشان خطر يهر أنا أتفق مع صاحب معرض سيارات مثلاً نشتري عربية بتلات تلاف إست في الشهر طبعاً هاوصل في الأخير لإيه بالضبط وصمع عرفت لكلها لا أصلاً ده الواقع ده الواقع الحقيق الله مساعد طبعاً لو افترضنا إنهم يحلوا مسألة النفق بعد الطلاق ودياً كما كنت متنقش مع حضرتك في المضاوضة هنا يحلوها إزاي طلبة ودياً هم بالخيار واخد بال حضرتك كل واحد عارف التاني مصدره شكله إيه جميل وفيه كبير موجود وفيه اتفاق شامل لحل كل المسائل المعلقة واخد بال حضرتك ده الناس دول يسابوا والله العظيم لو عملوا هذا الاتفاق الشامل وحلوها ودياً هيسابوا أمام الله هو ده الإحسان وحضرتنا تنفر بيتكلم عنه المرة دي تكتب هل ما لازم تكتب تعقد اتفاق هو ده مش دين تمام صحيح مش دين التزامات متبادلة يجب تكتب ليه حتى الناسيان نعم واخد بال حضرتك ويتبقى تفصيلية لأقصى درجة عشان أي مشكلة خلاص لقينا حلها لقينا حلها طيب حصلت مشكلة بعد كده المشكلة دي محسومة قضائياً مش هيبقى فيه بقى سلطة تقدرية ونشوف وخبرة ونعمل لأ لأن الطرفين مرتضين بذلك طالما أن إرادتهم كانت متوفرة ويسابوا على ما صنعوه في حق الطفل يعني كفاية الألم اللي هيتسببوا فيه بانفصلهم عن بعض يعني هم اللي خففوا عنه ألم تاني هو ألم الشجار وألم الحقن وألم السموم اللي يتبس فيه جميل أموضو الحقن أهو الله هذا حقن حقن يومي ومستمر فطبعا ياريت ياريت الثقافة دي تنتشر في المجتمع حضرة تفضلت نقطة مهمة جدا هي مسألة يسار الزوج وإن القاضي يتحرع مرتب الزوج إن افترض من الزوج له مرتب زي ما حدك تفضلت له مرتب ثابت وليكن مثلا خمس تلاف جنيه ثلاث تلاف أقل أو أكثر لكن ليه مسألة الداخل المعينة أخرى على حسب رزقه يعني ممكن تيجي ممكن ما تجيش الحاجات الثابتة والحاجات اللي هي بتيجي على حسب الظروف بوضع عمل إزاي بتقيم حسب التحر وبتقيم حسب السلطة التقدير للقاضي الحقيقة يعني اللي نفرض إن فيه واحد ليه عمل بس هذا العمل يدر دخل والدخل غير سابت لكن في حقيقة القبر هذا الدخل إذا جاء بيبقى كبير وفي نفس الوقت ليه عمل سابت بس دخله صغير فالعبرة في الأساس يعني السلطة التقديرية القاضي مقيدة في مسألة الدخل الدخل عموما مش السابت لكن الدخل السابت الدخل المتغير بيقص على حده الأدمى لأنه قد يأتي وقد لا يأتي وأخذ بال حضرتك إنما الدخل السابت وحتى الأخير حده الأدى هو فيه مظلمة للزوج يعني لأنه في بعض أحيان قد لا يأتي أو أخذي القطع وفي أحيان كثيرة يأتي فالمسألة كلها تبع للسلطة التقديرية للقاضي في إطار الموأمة بين حق الصغير في إطار الموأمة بين حق الزوج وحق الزوج أو ده انتزاماتهم المتبادلة في هذا الموضوع إيه نعم بكتور محمد أو لك تعليق بنشغل دايما بالحقوق كل طرف مركز على حقوق واستخدام لو ده بقى التوجه بتاعنا هنفرم الطفل ده أو الطفلة دي تحت رجلينا لأب والأم إنما إيه أرجع للقاعدة الأساسية المصلحة الفضلة للطفل في وسط المعركة بنقول وحنا هنا في برنامج زي ده مفروض نحن نوجه رسائل للأباء والأمهات والعائلات والناس الكبار اللي ممكن يدخلوا لأنه بقى الناس كتير قاعد الوقت يقول لك أنا مش هدخل في الموضوع ده ده واجع قلب آه لأ ادخل واجع قلبك ساعات وقعد معاهم كان زمان كده للناس الكبار ناس الوقت مشغولة حتى يعمل بقى بس لو حد عارف إصلاح ذات البين ليه إصلاح ذات البين صحيح آه آه حاجة كبيرة في الشرعة عندنا لأنه هيمنع كل اللي إحنا قاعدين نقوله ده صحيح الرسالة اللي توصل للطفل مش إنه الأب وحش أو الأم وحش لأ إن إحنا ما اتفقناش تمام لما الطفل مثلا بيبدأ يكبر بيسأل هو أنتوا ليه اطلقتوا يا ماما أو ليه اطلقتوا يا بابا أو حاجة عشان أبوك صفاته ونعته آه بالزراب كده خير في عبر الدنيا والآخر يات لو الأم عمل الده فشوهت صورة الأب بتعمل بتعمل نوع من الهدم النفسي لحاجة مهمة جدا صحيح صحيح ما أزيتش الأب تتعرف يا مشكلة كده محمد أن غير الهدم النفسي أنه بتوع تشوي صورة الأب عند الإبن لكن في أول مشكلة تحصل من الإبن في الشارع أو في المدرسة أو إلى أخت ترجع تستنجد من من في الأب 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 دي أنت أصلا ضمرته وشوهته فبتالي ما يقول الأبن حاجة مش هاسمعه وده ناجم عن غياب الرؤية أنه ساعات بعض الأمهات أو بعض الأباء يدمروا الطفل بلا وعي نكاية في الطرف الآخر يعني مثلا أنا فاكر كان فيه ولد بنعالجه من الإدمام فكل ما بنعمل معه مجهود كبير قوي وأولاد يخف نبص نلاقي الولد انتكس بعد شوه صغرين نكتشف أن الأم كانت سبب أساسي في الانتكاسة وبتعمل حاجات منبهين عليها مئة مرة أنها ما تعملهاش أنها بتديله فلوس كتير جدا تمام وإحنا معرفينها أنه أحد عوامل الانتكاسة عند ابنها الفلوس تمام بعد بقى جلسات عميقة اتضح أن الأم لديها رغبة غير وعية في أنه يظل الطفل الولد ده مدمن ليه بقى؟ أنه يظل مدمن آه رغم أنها تخسر ده في ابنها إنما عايزة توصل للأب أنه شوف شوف اللي أنت عملته أو ابنك بقى مدمن هو طوط وضايا وضمر توضع سلكماتي وصعب جدا كونها نفسها مريضة دكتر محمد وساعة الأب يعمل كده نفس الحكاية الأب يعني يفسد الولد عشان يثبت شوفي لأنت عملته وطلبت الطلاق وعملت كل ده شوف ابنك بقى عامل إيه نعم كأنهم بيضربوا بعض بهذا الطفل أو بهذا الولد إيه اللي نحرف اللهم مستعد يا سبحانه هو موضوع الحضانة والرؤية موضوع يحتاجي لحلقات وليس حلقة واحدة انتهى جواركم لا يومل بل كله نفع الاستفادة في نيات هذا اللقاء لا يستعوني أن أتوجه بخاصة شكر والتقدير لأستاذ الدكتور أسما نصف أستاذ القانون فأهلا ورحمة بكم وإذنكم الله خيرا على هذا اللقاء شكرا شكرا جزيلا وأيضا يسعدني واشريتنا أيضا أن أتوجه بخاصة شكر والتقدير لأستاذ الدكتور محمد المهدي وإستاذ الطب النفس بخاصة الله خيرا شكرا يا الله إن شاء الله لكم الحلقة القادمة وإن شاء الله نستخدم من خلالها الاستشارات وبإذن الله عز وجل نلقاكم يوم الاثنين القادر قبل هذا التوقيت بساعة لكم تحياتي وعمر الحنبلي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته